مرحبا بكم مجددا نظامات مدرية تأشئون الصحية بالبحر الأحمر قافلة طبية بالوحدة الصحية بحماطة وبرنيس التابعين لإدارة مرسى عالم الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال منسق القوافل العلاجية بالبحر الأحمر وسيم إدوارد إن القافلة وقعت الكشف على 117 حالة بمختلف التخاصصات الطبية منها إجراء الفحص المعملي والأشعة والسنار والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن ومحافظة البحر الأحمر نظمت مدرية الصحة بدميات قافلة طبية بقرية الزهراء بمدينة ميت أبو غالب التابعة لمركز قفر سعد ويأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وقال وكيل وزارة الصحة بدميات الدكتور السيد عبد الجواد إن القافلة تضمن تعيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة ويسر بعد التسجيل على الموقع وتدليل جميع العقبات أمامهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا قافلة النهاردة بقرية الزهراء اتبع لمركز كفر سعد مركز كفر سعد هو المستهدف في المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة القافلة العلاجية بتمثل الجزء الصحي من المبادرة الرئاسية النهاردة القافلة فيها العادات التخصية عندنا 12 العادات التخصية إلى جانب عادة تنظيم الأسرة عندنا المعمل فيه أكتر من 40 تحليل عندنا الأشعة العادية والأشعة بالصنار كل ده الفحصات دي بنوفره عشان ندعم قرار الطبيب تجاه المريض بحيث أنه سواء كان هيني خدمته بأنه يكتب له العلاج وطبعا عندنا الصيدلية اللي في الأدواء اللي بتغطي كل تخصصات المتاحة أو أنه هو هيستعمله استكمال الاستكمال ده بيبقى عن طريق أنه يحاول له قرار المستشفى مركزي سواء كان أنه هيعمل قرار نفق الدولة أو أنه هيعمل عملية جراحية طبعا كل ده بيتمه متبعيته وبعد انتهاء القافلة نحن موجودين النهاردة في قرية الزهراء مركز كرفسعد هذه القرية ضمن مبضرة سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة بيتم تطوير القرية في جميع البنية التحتية والبنية الأساسية والوحدات الصحية والمدارس اللي في القرية نحن النهاردة موجودين في القرية معنا 12 عيادة بنقدم الشك العلاجي للمواطنين في هذه القرية أول مرة نيجي هذه القرية قرية الزهراء نقدم للمواطنين الحدمة العلاجية المجانية ضمن مبضرة حياة كريمة معنا 12 عيادة تخصصية زائد عيادة تنظيم الأسرى زائد معنا جهاز أشعة متنقل زائد معانة صيدلية متكاملة فيها كل أنواع الأدوية المطلوبة نحن النهاردة موجودين في قرية الزهراء التبع المركز كرفسعد القرية مصنفة من ضمن الأماكن البعيدة والمحرومة طبعا القرية دخلة في خطة التطوير الرئاسية مبادرة حياة كريمة تحت رعاية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي معانا النهاردة 12 عيادة تخصصية في القفلة بالإضافة لعيادة تنظيم الأسرى معانا صيدلية تم إمدادها بكل أدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية الموجودة في القفلة معانا معمل متكامل معانا أشياء عادية وسنار معانا كمان عيادة الكشف المبكر اللي بتكشف عن الأمراض الغير سارية مثلا زي الضغط والسكر احنا جينا كلنا هنا القفلة وكل حاجة مجاني قطعنا التذاكر أنا وجراني وكشفت أنا أولادي واللي بيبقى محتاج عمليات بيحاولوا يعملها شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي على القفلة الطبية والبلد كله موجودة وبتكشف عظام وبطنة وجميع التخصصات بنكشف وشكرا شكرا شكرا وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر نظمت مدرية السحب الإسكندرية في منطقة العجمي غرب الإسكندرية قافلة طبية علاجية للكشف والعلاج المجاني وعمل التحليل والأشعة لأهالي المنطقة يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة في إطلاق القوافل الطبية العلاجية المجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية النهاردة متوابدين في واحدة طب أسرة البطاش طبية على منطقة العجم الطبية لإقامة قافلة علاجية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القافلة بتضم العديد من الخدمات الطبية المجانية من كشف وتحليل وأشعة وفحوصات متكاملة العلاج مجاني بالكامل